ساعد طبيب الأسنان هل هي فيها كليات متخصصة ولا هي معاهد؟ نعم لا لا هي أصبحت الآن كليات وبكالوريوس يدرس طبعا كل جهة لها اعتمادها ولكن الامتحان واحد الامتحان واحد طيب يا دكتور نصيحة أنت حابب توجهها للخريجي طب الأسنان حديثية تخرج نصيحتي أنتوا في عصر ذهبي معاكم كل الوسائل أنا أتذكر يا أستاذ دينة طبعا أنا ما أنا عجوز ولا أنا قديم لا لا باين يا دكتور يعني ما يحتاج توضح طيب طبعا إحنا مع تطور الواتساب والتكنولوجيا هذا سرع في انتقال المعلومات سرع في انتقال المعلومات بطريقة رهيبة جدا والجيل هذا يمتلك الأدوات ليصنع ثورة علمية نصيحتي لكل حديثي التخرج سواء طبيب أسنان مساعد طبيب أسنان دينتال هايجينست نيرس ممرضة راديولوجيست كل التخصصات المستقبل معاكم انتوا معاكم المفاتيح لأنه انتوا معاكم أدواته ما كانت تنقص الجيل اللي قبلكم فلكم الرياضة في عندي تخصصات جديدة أنصحكم تتوجهوا لها أنصح مساعد طبيب الأسنان والدينتال هايجينست وطبيب الأسنان وفني الأسنان نصيحتي لكم توجهوا إلى الديجيتال دينتستري طب الأسنان البقمي بس وحاول انك تتعلم الحكمة ضالة المؤمن أنه وجدها فهو أولى بها يتعلم من أي أحد